كيف تصلح لمبات الليد بكل سهولة وأقل تكلفة بطريقة سهلة للغاية كل ما عليك هو أولا فك الغطاء ملحوظة كل لمبة لها طريقة فك معينة لذا عليك اكتشاف طريقة فكها ثانيا تفحص لمبات الليد باستخدام بطارية 9 فولت أو 5 فولت باستخدام هذا السلك إذا لم يكن متوفرا لديك مبروك لقد جلبت لك الحل متوفرا لدى الجميع كل ما عليك هو استخدام أي سلك متوفرا لديك فقط قم بإلصاقه بالأقطاب الموجبة والسالبة كما تشاهدون وها نحن قد حصلنا على توصيل بطارية مجانية الآن دعونا نرجع لموضوعنا كيف تصلح لمبة الليد بعدما قمنا بصنع توصيلة البطارية نقوم بتوصيل الأقطاب الموجب من البطارية إلى القطب الموجب من اللمبة والقطب السالب مع السالب لا داعي للخوف فإن اللمبة لن تتلف إذا عكست الأقطاب الآن نقوم بفحص جميع اللمبات وها نحن اكتشفنا لمبتين لد لا تعمل نقوم بوضع دائرة أو علامة لإزالة اللمبة ثالثا نزيلها باستخدام مفك أو مشرط ولكن انتبه من حدة المشرط ويجب علينا إزالة اللمبة بالكامل كما ترون الآن أحبة في الله عملية إزالة لمبات الليد التالفة وفي هذه الأثناء صلي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله لله الباقيات الصالحات رابعا بعدما قمنا بإزالة اللمبة التالفة نقوم بتلحيم ما تم إزالته كما تشاهدون لا داعي للخوف فهي طريقة سهلة ولكن تحتاج لمزيد من الممارسة ونلاحظ جميعا لقد لحمنا مكان ما تم إزالته من لمبات الليد وأخيرا نقوم بتركيب الغطاء مبروك لقد أصلحت اللمبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر